ازايك اوحش منك ليه? اراك في الباكجراوند بتاعتي. يلا بينا نعمل واحدة زيها. اول حاجة هننزل الصورة الخلفية دي الباكجراوند بموقع اسمه والبيبر فلير. الموقع ده بيتيح لي كل الخلفيات الجيمينج والغير الجيمينج وجميلة جدا وتنفع لأي بي سي. انا اخترت الباكجراوند دي. وامكن برضو الباكجراوند دي دي حالة والي البرنوتات اللي عندهم بي سي. بعد كده هنخش هنحمل موقع اسمه نيكسس دوك. نيكسس دوك ده اللي هيدينا الشريط بتاع اللي شكله زي شريط الماك. هتنزله اول اول شريط مهام. هتنزله. هيدينا الشكل ده. اخيرا هبقى فيه الشكل ده موجود عندي. اول ما تنزل هتلاقي كل الايكونات الموجودة على الدسكتوب موجودين في الشريط تحت عندي. طيب وهبقى الشكل ده برضو مزعج جدا. انا عايز الشكل فاضي. هتيجي على كلمة view. كليك يمين. view. وبعد كده هتيجي show desktop icon. تلغيها. كل الايكونات الموجودة كانت على الدسكتوب موجودة دلوقتي في الشريط الموجود عندي. في النيكسس. طيب. انا دلوقتي عندي مزعجة برضو الحاجة مزعجة اللي هو شريط المهام. تعالي نشوف برضو هنعمل في ايه. اول حاجة هنيجي كليك يمين وبعد كده هندوس اخر واحدة تحت. هتجي على التسكبار. وتخلي واحدة. دي اللي فوق اول واحدة off. التانية on. التالتة off. الرابعة on. الخامسة off. الستة on. يبقى هم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة. هنعمل منهم تلاتة. عشان يقدر يدينا التسكبار ايكونة صغيرة ومتحركة. يعني زي كده. عايز اغير. يعني مثلا لو انا فاتح مثلا شانل اليوتيوب. عايز ادخل مثلا على الفيسبوك. مش هاعد اطلع بقى ودوس اختار بقى في الكليكات ولا عب في الكليكات. لأ. انزل بس بالماوس. هيطلع على طول. عايز اطلع. خلص الموضوع. يعني انا احتاج وقت اللازمة. وكده هيدي مساح رؤية افضل. وشكل جمالي. وكده انت غيرت الشكل للباكجراوند بتاعتك. تلتمية وستين درجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت ما تنساش لايك. ويسبسكرايب عشان تشوف حاجات جميلة.